هذه أبرز العناوين الرقراغي يبدي رأيه في مستوى الزلزولي حكيم زياش يرد على وحيد خلال زيج بطريقة مفاجئة بعد عودته للمنتخب المغربي هذه هي التغييرات المنتظرة في تشكيلة المنتخب المغربي ضد الباراغوايا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراغي يبدي رأيه في مستوى الزلزولي أتار عبدالصمد الزلزولي لعب أصصنا المعار من برشلونة إعجاب مدرب منتخب المغرب وليد الرقراغي خلال معسكر أصود الأطلس الحالي المقام في إسبانيا واقتنع رقراغي بأداء اللاعب خلال الدقائق التي نالها في ودية تشيل الأخيرة بعدما دخل في الشوطي الثاني ونقل المدرب رضاه التام للزلزولي متنيا على دخوله أجواء أصود الأطلس بعد فترة عصيبة عاشها مع المدرب السابق وحيد خلال زيتش الذي تجاهله في ودية أمريكا ومبارتين الملحق المؤهل المونديال أمام الكونغو الديمقراطية إلى جانب مواجهة تصفية الكانديدا ليبيريا وجنوب أفريقيا وذلك رغم المجهودات الكبيرة التي بدلها اتحاد الكرة المغرب لتأهيل الزلزولي لتمثيل أصود الأطلس ويرجح أن يكون للعب أساسون مساحة ظهور أكبر في ودية البراغوية المقبلة كما ذكر موقع كرة أن الزلزولي من بين العناصر التي تلقى تأكيدات للذهاب إلى المونديال رفقة وليد الرقراغي حكيم زياش يرد على وحيد خلالوزاتش بطريقة مفاجئة بعد عودته للمنتخب المغربي رد الدولي المغربي في صفوف تشيلس الإنجليزي حكيم زياش بطريقة الخاصة على الناخب الوطني السابق وحيد خلالوزاتش واختار الزياش صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع انستغرام لرد على خلالوزاتش الذي أبعده عن المنتخب المغربي إبان مبارية التصفية الأفريقي المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ومباشرة بعد تتويجي اللاعب بدور أطال أوروبا مع تشيلسي على حساب المونسيتي وأطار الزياش وفق ست أنفو اختيار طريقة دكية لرد على خلالوزاتش بنشر صوره مع المنتخب المغربي مرفقة بكلمات مختارة بإحكام وظهر الزياش بصورة يحمل فيها قميس المنتخب الوطني المغربي منها صور إبان لقائد شيل الودي وأخرى في المطار والطائراء كما تضمنت صور اللاعب زملائه في المنتخب المغربي كأشرف حكيمي وسفيان بوفالون وصير مزراوي وزكري أبو خلال ولم ينشر النجم المغربي أي صورة تهم وضعه كلاعب دولي في المنتخب المغربي منذ مارس الماضي الذي أكد في اعتزاله الدولي في حين تعود آخر صورة لزياش كلاعب في المنتخب المغربي للواحد والعشرون من يونيو 2021 وظل وليد راقراجي يمدح عودة اللاعب للمنتخب المغربي واصفا إياه باللاعب الكبير الذي يصعب تقابل استبعاده عن أصود الأطلس شأنه شأن نصير مازراوي هذه هي التغييرات المنتظرة في تشكيلة المنتخب المغربي ضد باراغواي يواجه المنتخب المغربي نظره الباراغواي يوم الثلاثة المقبل وكله طموح في تحقيق نتيجة إيجابية إذ من المنتظر أن يقوم الناخب الوطني وليد راقراجي بتغييرات على تشكيلته من أجل اختيار عناصر أخرى وإقحامها كأساسية ومن المرجح أن يتم الزجو بمونير المحمد مكاني ياسيمبونو على أن يتم فسح المجال جواد اليميق بدل أشرف داري في انتظار منح الفرصة لينسب الهند وعبد الحميد صابيري وأيضا آمين حارت مع الاعتماد على وليد شديرا في مكان يوسفونساري مصدر هذا الخبر الجريدة المنتخب فوت ميركاتو شهد رياض موهبة مغربية جديدة تتألق في برشلونة خاصة موقع فوت ميركاتو المتخصص في انتقالة اللاعبين حيز هام للحديث عن الدولة المغربية الشاب شهد رياض لعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم وأضح الموقع المذكور خلال تقريره عن رياض أن الدولة المغربية يعتبر من المواهب المغربية القادمة بقوة في مستقبل كرة القدم وأضاف المصدر نفسه تواصل مدرسة لمصية تطوير اللاعبين الموهوبين وآخرهم قلب الدفاع المغربي الشاب شهد رياض الذي يبلغ من العمر 19 سنة والذي لفت انتباهت شافيه النديز مداري برشلونة وشدد المصدر الدات على أن الفريق الكتالوني يقدم هذا الموسم خصوصية مذهلة بحساب اللاعبين الشباب الذين لعبوا دقائق فقط على أرض الملعب وتابع الموقع المتخصص في انتقالة اللاعبين الفريق الحالي لبرشلونة هو الأصغر بمتوسط عمر يبلغ 25 عاما ومئة وتسعة وستون يوما إحصائية تؤكد أن النادي يواصل انتج لاعبين موهبين مثل غافي وفاتي بالإضافة إلى لاعب الفريق الرديف شهد رياض وأكد الموقع عينها وصل المدافع الشاب في سن ستة عشر عاما من مايوركا وقد أثبت نفسه تدريجيا على أنه مصدر إلهام لفرق الشباب ولد في إسبانيا وسرعان ما اختار تمثيل المنتخب المغربي حيث يتطور حاليا مع فئة أقل من عشرون سنتين وأصبحت قصته أكثر إعتارة للإحجاب منذ عام 2019 ولم يتردد برشلون للحظة ليأتي به ويعزز فئة أقل من سبعة عشر سنة وبسرعة كبيرة بدأ الكولي يتحدث عن رياض بعد ظهوره لأول مرة في الفريق باء من فرق الشباب وتمت إعارته إلى سبادي الحيث لائب لأول مرة مع الاحتياطية لكن أدأه فتح له أبواب الفريق المحترف الذي لعب معه في قسم سيغوندا أي وختم فوت ملكاتو تقرره عن رياض بالقول في بداية الموسم قررت شافي مكافأته بدمجه في المجموعة المحترفة أثناء التحذير الصيفي كان مدرب برشلونة منبهرا بشخصية الحزيمة بالفعل ونوعية لعيبه المتير للاهتمام بالنسبة لسنها حتى أن نادي برشلونة تردد في إعارة هذا الموسم لأن العديد من فرق الدور الإسباني كانت مهتمة بها وعلى وجه الخصوص أساسونة الذي انتدى بمواطنة عبدالصمد الزلزولي على سبيل إعارة لكن إدارة برشلونة قررت أخيرا استمح له بمواصلة تقدمه مع الاحتياطية خاصة أن تشافي يمكن أن يعتمد عليه في الأشهر المقبلة لاعب المنتخب يتنون بعمل وليدر جراغي اعتبر أمين حارت لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم عقب انتهاء مباراة الأصود أمام الشيلي بأن اللاعبين قدموا مباراة جيدة وقال حارت بخصوص أداء المنتخب المغربي لاعبنا ضد فريق جيد من أمريكا الجنوبية ودلنا ماتش زوين وفرص كثيرة والحمد لله الربح اعطانا شوية دي التقف النفس ومن جهته موني الحداد صراحة بأن جميع اللاعبين ينتظرهم ولمزيد من العمل في الأيام المقبلة معبرا لعب الدراري مزيان وإن شاء الله بغينا نزيد وما زال نخدمه ونبقى وغادي في هذه الطريقة ونزيد ونسمع لشن كي يقول لنا المدرب وقال بوفل إن المنتخب كسب نفسا جديدا ساهم فيه بشكل كبير وليدر جراغي الذي عرف كيف يتعامل مع المجموعة ومنحان التقاء ولم يغفر من سايس فرحته بأداء المجموعة وعمل المدرب متحدثا احنا فرحانين ما كنا شو أعلم بزاف ولكن خاصنا مجل شوية دي الخدمة ونسمع تعليمات المدرب أكتر ونبقى بنفس روح المجموعة غا نزيد الخدمة حيث باقي الطريق طويل أمامنا باقي تابعنا مالش مهم غا نوجد لهم زيان ونمشي اللعب بنفس الطريقة وفز المنتخب المغربي بهدفين نظيفين على نظره تشيري في مباراة ودية جمعت بينهما بإسبانيا اشتركوا في القناة